منذ الإعلان عن إطلاق عملية عصفة السلام من قبل قوات الوفاق في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تكرر الهجوم تلو الآخر على تمركزات ميليشيات حفتر وخطوط إمدادها ففي محور مشروع الهضة تمكنت قوات الوفاق السبت من السيطرة على تمركزات جديدة وطردت ميليشيات حفتر إلى ما بعد شارع المطبات ومعسكر حمزة بحسب ما أكده آمير غرفة العمليات والسيطرة العميد سالم بوراوي أما في محور صلاح الدين فقد قال بوراوي للأحرار إن قوات بركان الغضب استطاعت تدمير شاحنة محملة بحاوية ذخيرة لميليشيات حفتر الإرهابية في محيط معسكر التكبالي وتدمير عربة مسلحة في محيط معسكر اليرموك فيما تمكنت قوات الوفاق من صد محاولة تسلل للميليشيات في محور لقوعة وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد أما غربية سرت فقالت غرفة عمليات سرت الجفرة إن الهلال الأحمر فرعم نصراتة تمكن بمساعدة مساعي اجتماعية من إطلاق سراح فاروق الجزم وهو أحد أفراد قوات بركان الغضب من مدينة غريان كانت قد قبضت عليه ميليشيات حفتر في الثامن من أبريل العام الماضي حيث قامت قوات الوفاق بمحور دوفان بتأمين العملية وعلى صعيد الوضع الميداني فقد أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبدالهادي دراه السبت تدمير شاحنتين محملتين بالوقود لميليشيات حفتر كانتا في طريقهما للوشكة موضحا أن قوات الوفاق تستهدف تمركزات ميليشيات حفتر بالقصف المدفعي وعلى صعيد الطيران قال دراه أن الطيران الأجنبية الداعمة لحفتر أغار على أحياء سكنية في بوغرين ما أدى إلى وقوع أضرار مادية مضيفا أن قوات الوفاق تقوم بمساعدة المواطنين الذين قصفت منازلهم وبعد المكاسب العسكرية المتتالية التي تحققها قوات الوفاق منذ ما يزيد عن الشهر من خلال القوات البرية وأحكام سلاح الجو سيطرته الجوية التامة على المنطقة الغربية وقيامه بضرب خطوط الإمداد لميليشيات حفتر والسهداف غرف عمليات وقادة للميليشيات ومواقع حيوية يتوقع مراقبون أنهيارا قريبا لميليشيات حفتر في حال استمرار هجمات قوات الوفاق بنفس الوتيرة التصاعدية يا